اشتركوا في القناة احترام الرسول بين الحاضر والماضي صح فاحنا دلوقتي يا فرحة يعني حلقة النهاردة هنتكلم عن المسلمين بيحترموا الرسول جدا 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 هل كان ايام الرسول يعني كان محترم وسط الناس اللي هو هل هم كانوا محترمينه اه كان محترم وسطيهم يعني هم كانوا بيدلوا الاحترام اللي هم اول ما تقول محمد دول اللي شافوه يعني اللي شافوه قاعدوا معاه يعني انت اول ما تقولي محمد كل الناس في بط وحد يعني صلى الله صلي يعني خلاص بيئت حاجة اه يعني تلقائية واتلى رسول الله اه ولو انت ما صليتش لازم بتصلي عن نبي يعني المسلمين فعلا بيحترموه جدا جدا ومحمد لما قام عالي جدا عندهم يعني بقى بأبي أنت وأمي المسلمين الحاضر آه بقى بأبي أنت وأمي يا رسول الله يعني فداك أبي وأمي وبقى بأبي أنت وأمي وإلا رسول الله وحاجات دي فاحنا هنبتدي النهاردة نشوف أيام مكان موجود وسطهم كانوا بيعملوا إيه خلينا نشوف أول حديث وهنحطها الشيشة يقول كده لما اشتد بالنبي واجعوا قال ائتني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعد قال عمر إن النبي غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكسر اللغط قال كوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حالة بين رسول الله وبين كتابه وطبعا الحديث قدامكم تصحيحه في البخاري والحديث صحيح يبقى هو وهو على فرش الموت الموت والموت قال لهم إيه قال لهم إدوني إيه كتاب أكتب لكم كتاب ما أضللوش بعدي فرح عمر قال إيه ده إيه غلبه الوجع وفي حديث تاني إنه يهزي يهزي يعني بيخطرف فرحوا تخنقوا وصوتهم عليه جدا قدامه قدامه ورح الرسول قال لهم يعني ما تتخنقوا تردهم يعني قال لهم ما ينفعش إنه تتخنقوا قدامي يعني هو في كامل قوالة عقلية يعني فيه سؤال يعني أولاً أي حد مريض أي حد مريض يا جماعة ببساطة جداً اللي بيحصل إنه بيحترموا مرضه ما بيتخنقوش قدامه ما يحترموا اللي هو عايزه يعني أنا والدتي يا مرينا طلبت إنها تتدفن في حتة بعيدة خالصة عن البلد اللي هي توفت فيها وعلى البلد اللي جزها موجود فيها لا ده عايزة دفن جنب أخويا مثلاً عملوا مجهود جامد جداً جداً عشان ينفذوا الوصيب تاعتها إنها إيه تتدفن بعيد في المكان البعيد وحاجة كمان إنت دلوقتي انت شعرفك الكتاب بيقولها هاتو هاتو يعني في مطن آخر هاتو كورتاص وقلم أكتب لكم كتابة لن تضلوا بعده يعني هم بيقوله مش هتضلوا بعديه ادوني تب اديله جرب اديله خايف من إيه عمر كان خايف من إيه وبقيت السحابة كانوا خايفين من إيه يكتب إيه ويعني إيه الرزاية مش يعني المصيبة يعني المصيبة الرزاية دي الرزاية ما الرزاية يوم الحميس ده ابن عباس هو اللي بيقول دي مصيبة دي مصيبة ايه المصيبة ليه المصيبة انهم تخنوا قدامه ولا مصيبة انهم رفضوا انهم يدولوا يشوفوا ايه هو عايز يكتب ايه وحل ده عمر كده بيحترم الرسول لما يقول ده بيهزي ده بيهجر يعني في حديث يقول يهزي وفي حديث تاني يقول لك بيهجر وحديث تاني غلب الوجع طب انت ميلك ما تجيله اللي هو عايزه احتراما ليه وبعدين بيقول حزبونا كتاب الله مين اللي قرر انت ميلك انت ميلك انت حزبونا كتاب الله حزبونا كتاب الله هل يا مسلمين لو الرسول قدامكم دلوقتي ينفع لو طلب منكم طلب يتقولوله لا احنا لينا رأي تاني ولا هو رأيه لازم ليمشي لانه هو بيحلقه طب النقطة التانية يا مارينا معلش لن تضلوا من بعد ابدا ابدا لن وهنا هي لن ولا لم في الحديث بيقول لهم لا تضلوا بعده بس في حديث تاني لا تضلوا من بعد هل المسلمين دلوقتي في ضلال طبعا بس احنا هننقش الحكاية دي بعدين بس دي يعني لكن طبعا بس يا مارينا قولي بالك حتى لو هننقشها في وقت تاني تكرار يعلم الشطار وانا بعتبركم يا مسلمين شطار وهتفهموها وانتو ويا طايرة طيب في نقطة كمان تفضلي نقطة تتخذ على الرسول يعني في نفس الموضوع صح بيقول اليوم اكملت لكم دينكم طلبت انت برضو دي نقطة انت تفكر فيها انت هتاخد الموضوع بانهوكي هل الرسول كان يهجر فعلا ويهزي هل كان عايز يكتبلهم كتاب فعلا بالحقيقة ده وحي من عند الله ولا القرآن لما قال اليوم اكملت لكم دينكم طب انت عايز لما اكملت لكم دينكم انت كنت هتكتب ايه بالضبط اذا كان هو اكمل الدين يكتب ايه فاحنا بصراحة يعني محترين بس لكن في الاخر خالص محدش احترمه وهو على فرش الموت صحيح صحيح وخصوصا على فرش الموت الناس بتكون الموت ليهبة وده اخر وقت هنشوفك فيه وطلباتك اوامر على طول وده اخر وقت ان يروحوا مزعقين وكسروا اللغط وعالت اصوات يا دي اخلاق الصحابة طيب بما ان يا مارين احنا بنتكلم على احترام الرسول بين الحاضر والماضي هنشوف في الماضي كانوا بيحترموه ازاي في صورة الجمعة الاية 11 وازرقوا تجارة او لهوا خد بالك من الكلام تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين طيب ايه بقى التفسير مش هجيب تفسير من عندي تفسير الله بيعاتب يعاتب تبارك وتعالى على ما كان من وقع الانصراف عن الخطبة الخطبة يوم الجمعة لان الخطبة غير الخطبة عن الخطبة يوم الجمعة الى التجارة التي قدمت المدينة يوم ازين فقال تعالى واذرأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما خدوا بالكم من كلمة قائما وتركوك اي على المنبر تخطب يبقى الرسول كان واقف يخطب على المنبر وبص يوم الجمعة بيخطب على المنبر امو سايبينه وجارين سايبينه هو بيتكلم تخيلوا واحد الاب بيتكلم والولاد يأخذوا واحد ايه دا شيخ خاتي الشيخ الشعراوي الشيخ الشعراوي بيكلم يوموا سايبينه بيخطب ويرخوه بالظبط طالعين يجروا ويسبوه يبقى الواحد واقف لوحده خلي بالك يلاقي نفسه كده بيخطب على المنبر كل الناس اللي تجري ويثبتوا طبعا المنظر طبعا بيقول مقاتل يعني هما بيقولوا وزعمة مقاتل بس هنشوف يعني ان التجارة كانت لدحية ابن خليفة يبقى هي هو الزعم على ان التجارة كانت لدحية نفسه هو الزعم ده الاسم ده يعني قبل ان يسلم يعني دحية ابن خليفة ده كان قبل ما يسلم جايب تجارة وكان معها طبل طبل بقى ابنه هو رأس فانصر طبل زي بتاع الروبوبيكيا مثلا ما عرفش طبل ايه ماهو لهوان ما تنسيش في الاية فيها لهوان عشان يجيب الزبايب في تفسير اخرى بيقولك الافروح والحاجات كده فانصرفوا سابوا الرسول وهو عمال يتكلم وفي خطبة الجمعة فانصرفوا اليها وتركوا الرسول قائما على المنبر الا قليل منهم وقد صح بذلك الخبر فقال الامام احمد ها عن 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 جابر قال قادمة عير المدينة ورسول الله يخطب فخرج الناس وبقى اتناشر رجل بس فنزلت وازرقوا تجارا ولهوا انفضوا اليها يبقى يا مسلم انا عايزة اقول لك حاجة ببساطة الرسول واقف عمال بيخطب وبعدين بعد الخطبة بيكون صلاة الجمعة ام جم جات تجارة من الشام او من اي حتة وطبل وزمر امو سايبين الرسول عمال يتكلم ويطلع وطلعوا وما سابوش الى اتناشر واحد ما جاش الى اتناشر واحد وعشان كده امارينا الخطبة بقيت بعد الصلاة ايوا المسلم دلوقتي لما يروح صلاة الجمعة يلاقي الصلاة بعد الخطبة بص الاول الصلاة بعد الخطبة عشان محد يمشي يمشي ويسيب الامان ومجبارين يسمعوا الخطبة ومن يومها من يوم الموضوع ده الرسول حول الصلاة تبقى بعد الخطبة ليه هتعوض وغزبا عنكم يسمعوني يسمعوني على رأي وردة الجزائرية يعني هتسمعوني اه يعني انا بقى سؤالي هل الصحابة هنا كانوا بيحترموا الرسول لا طبعا وبعدين غير الاحترام هو ما عندوش الكارزمة وما عندوش ممكن يكون ما عندوش الكارزمة وما عندوش كمان سلطان كلمة الله عطاهاله عشان الناس فعلا عندهم حبة الزيت اهم يعني نشوف الناس كانوا بتعود مع المسيح بالتلات ايام مش بيهمها الاكل تلات ايام مش بيأكلوا وبيعودوا لان عندو سلطان الكلمة وكلام المسيح مبهورين ويقولك فبهت الجميع من تعليمه حتى الفرسيين والكتبة اللي هم المتعاصمين اللي جايين يصطدوه في كلمة ويسألوه في سؤال اول ما يرد عليهم يقوله الكتاب يقول وبعدين ما قدروش يردوا عليه لانهم بوتوا من الكلام بتاعهم ممكن روح الله فيفا اي كلام يعني كده ممكن يكون بيقول اي كلام اي كلام زي من الموجود يعني حلينا نشوف كمان موقف اخر بيدل ان احنا في كتير بس احنا بنختصر عشان وقت الحلقة احنا هنقدم موقف اخر في عدم احترام الرسول واشوفه معي على الشاشة سير النبوير ابن هشام امر ثقيفة بني سعيدة يقولك ايه ولما قبض رسول الله انحاز هذا الحي من الانصار الى سعد ابن عبادة في ثقيفة بني سعيدة يبقى في الانصار راحوا مع سعد ابن عبادة في الثقيفة واعتزل علي ابن أبي طالب والزبير ابن العوام وطلحة ابن عبايد الله في بيت فاطمة يبقى الحزب الثاني اللي هو في تلاتة تلاتة سواني في تلاتة يبقى علي والزبير وطلحة راحوا في بيت وانحاز بقية المهاجرين الحزب الثالث المهاجرين الى ابو بكر وانحاز معهم أسيد بن حضير في بني عبدالأشهل فأتى آتي إلى أبو بكر وعمر فقال إن هذا الحي من الأنصار مع سعد بن عبادة في سقيفة بني سعيدة قد انحازوا إليه فإن كان لكم بأمر الناس حاجة فادركوه قبل أن يتفاقم أمرهم ورسول الله في بيته لم يفرغ من أمره وقد أغلق دونه الباب أهله قال عمر فقلت لأبي بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار حتى ننظر ما هم عليه يعني إيه؟ يعني الرسول ميت فرح الأنصار رحوا مع سعد وعلي وفاطمة والزبير رحوا في بيت فاطمة والمهاجرين يعني رحوا إيه لعمر وأبو بكر إلحق ده هم اجتمعوا في صقيفة بني سعيدة ولو انتوا لكم أمر في الموضوع ده إلحقوا روحوا هنا عشان يدخنوا على السلطة راحوا قفلوا الباب على الرسول وهو ميت وسابو وهو ميت وراحوا إيه؟ ما تقعد مع بوه أخر نظرة يعني هو ده الكلام المكتوب أنا ليه المكتوب؟ صحيح لكن إحنا بنشوف هنا يعني المفروض أنا دلوقتي حد غالي عليها جدا وده رسول الله ونبي الله والحاجات دي كلها أنا الأول يعني إكرام الماء يدفنه الأول مش هما اللي قالوا كده؟ إكرام الماء يدفنه أه وبعدين إحنا نشوف المواضيع التانية بعدين شطير صح بشطير يعني يسيبوه ثلاثة أيام يعني هو ميت العشان يتخنوا على الثلاثة وضفن الأربع ثلاثة أيام سايبين وقعدين يتخنقوا وطبعا ثقافة بني سعدة اللي يروح يعني يحب من الإخوة المسلمين يشوف عملوها إزاي وكانت فالتة إزاي وضربوا سعد إزاي وقعدوا يتخنقوا يضربوا وموتوا سعد وقالوا قتلتوا سعدوا وكده وقعدين يتخنقوا وضرب هو ده الخلافة والصحابة اللي قتلوا الجن قال لك قتلت سعد قال لك ده الله ولي قتلوا لكن هم اللي قتلوا وفضل يضربوا فيه في السقيفة ايه ضربوهم واتخنقوا وكانت مهزلة يعني هي دي الخلافة وهي دي السحابة هي دي الأخلاق اللي سابها الرسول لأصحابه وده الحب ده الاحترام وهو قال إيه الأمر الشورى بينكم مش بالخناء يعني حتى مش بيسمعوا كلمه يعني النقطة بتاعتك إنها فعلا إزاي يسيبوه ثلاثة أيام أو يومين ونص من غير ما يدفنوا عشان حاجة دنيوية صح فدي نقطة مارينا مهمة جدا طيب أنا برضو نقطتي برضو يا مارينا بقى فاطمة وعلي يسيبوه ليه مقامه أنا مش عارفين يعني ليه يسيبوه ده ده ابن عمه وديهم بنته ودي بنته يسيبوه ونساءه 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 جاية لها أنا بقى بيقول أنا عائشة قالت ما علمنا بدفن الرسول حتى سمعنا صوت المساحة الفقوسه بتاعه عشان يحفروا في الأرض من جوف الليلة 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 الأربعاء هو مات يوم الأتنين يوم الأربعاء هي طيب طيب أنتو أنت فين يا عائشة أنتو قاعدين في قصر تاني ده أنتو قاعدين في نفس البيت ومقفول عليه بتعملوا إيه بتعملوا إيه تعملوا إيه وما علمنا يعني سمعوا سمعوا الصوت أسأل إيه هو إيه الصوت الحفر ده إيه الصوت الحفر ده أتاريهم هيدفنوا الرسول بالليل ده يوم الأربع أنا بس عايزة أسألك سؤال يا فرح هو عند المسلمين ممكن يدفنوا بالليل عادي أحيانا عشان بيعجلوا بالدفن بيعجلوا مش بعد ثلاثة أيام لا مش بعد ثلاثة أيام ولا حاجة ده يفضل إن في نفس اليوم وبالنهار بس فيه ساعات يدفنوا بالليل كده يعني بس أنا عندي سؤال يعني هي راحت فين بقيت زوجاته راحوا فين ما علمنا هو وبعدين خصوصا خصوصا هو قال إن أجساد الأنبياء أجساد الأنبياء لا تتبلع يعني أو لا تتدود ولا تعفن ولا تتجذي بالضبط لكن هي عفن طبعودي جنبه ما أنت بصدق أن أجساد الأنبياء مش هيحصل حاجة أنك تفتحي بأخر نظرة يا حبيبي يا رسول الله لا نقعد جنبه يعني آخر نظرة طب ليه ليه وما تعرفش إنه حيددفن يعني دا يا يعني إحنا في آخر حلقتنا دي حاجات صغيرة يا جماعة لكن في حاجات تانية كتير إحنا بناخد كذا نقطة بس بنوريكم إن السحابة زوجاته عملوا إيه فيه وهو على فرش الموت بعد ما ميت احترام الرسول وهو عايش بيخطب احترام الرسول بين الحضر الماضي أنتو كمسلمين بتحترام الرسول أكتر بكتير من السحابة وزوجاته والناس اللي حواليه ونلتقي بيكم في الحلقة القادمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة